اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاتزام بجداول الزمنية الخاصة بهذه الجماعات حتى تستطيع أن تبدأ الدراسة في خلال 1 أكتوبر كما أعلن الوزارة التعليم العالي من قبل وفي هذا السياق وجه سيادته أن تكون البرامج المقدمة من خلال هذه الجماعات هي برامج حديثة ومحدثة تتماشى مع احتياجات سوء العمل المحلي والإقليمي وأيضا العالمي فيما يخص التخصصات التكنولوجية الحديثة كما وجه سيادته أيضا بأن يكون هناك حوافز لهؤلاء الطلبة في الاشتراك في هذه البرامج سواء من خلال منح دراسية مقدمة منح بالكامل أو منح دراسية مجزئة لهؤلاء الطلاب لتشجيع الطلاب وأسرهم على الاتحاق بهذه البرامج الهامة جدا لمستقبل ليست فقط مصر ولكن أيضا لمستقبل تكنولوجيا في العالم كما وجه سيادته أيضا أن يكون من خلال هذه البرامج الدراسية المقدمة أن يتم وضع بعض الضوابط الخاصة بالحدود الدنيا للمجميع حتى يتم تشجيع الطلاب للاتحاق بهذه البرامج من خلال منح دراسية ومن خلال أيضا بعض الحوافز الدراسية المكتملة وبالتالي جماعات التكنولوجية أيضا الست جماعات التكنولوجية التي تنضم إلى الثلاث جماعات في تخصصات جديدة وفي تخصصات تتماشى مع احتجاجات الأقاليم التي تنشأت من خلال هذه الجماعة كل هذا كان يعني يدور من خلال أطمئنان سيادة الرئيس على كما وجه سيادته أيضا بالاستمرار ودعم إنشاء الأكاديمية المصرية للرياضيات التي تتماشى مع العلوم الحديثة وعلوم التكنولوجية واطمئن سيادته على حسن الاستعداد لبداية العام الدراسي القادم والاستعداد لبدء أعمال التنسيق بعد إن شاء الله ظهور نتيجة السنوية في العام القادم وإتاحة أماكن في كافة الجماعات المصرية سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو الدولية حتى تكون متاحة لكافة الناجحين في مرحلة السنوية العامة أشكركم شكرا جزيلا